بعدما تدنى مستوى منسوب المياه في الأشهر الماضية بسد سيدي عقوب ها هو اليوم يخزن نسبة كبيرة من المياه وصلت إلى أكثر من 40% وهذا بعد تساقط كمية معتبرة من الأمطار تجوزت 80 مليمترا الامتلاء انتاعه الحجم حاليا الحقل 91 مليون متر مكعب ونسبة التساقط الامتلاء اللي زادت في هذا السد هي حوالي مليونين متر مكعب نحن ننتظر تساقط زيدنا تساقط آخر والنسبة هذه اللي عندنا البراج هي كافية تقريب تلبي حاجيات الفلاحين وكذا حاجيات المواطنين للمياه الصالحة لشرب بسعة 200 مليون متر مكعب سد سيدي عقوب يعد واحدا من بين أهم السدود بالغرب الجزائري إذ يزود أكثر من 300 ألف نسمة بالماء الشرب كما تستغل مياهه أيضا لسقي الأراضي الزراعية بالمنطقة الماء نبض الاقتصادي وثروة تنامت بفضل الأمطار الشتوية ترشيد استغلاله يضمن التنمية في كل مناحي الحياة